السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتعرف اليوم على ظاهرة تأثير القرب أو ما تسمى بلغة انكليزية بالبروكسيميتي افكت اللي رح نعرف وين تصير وشون المشاكلها وشون التأثيراتها وشون العوامل اللي تساعد عليها تعريف ظاهرة تأثير القرب أو الجوار البروكسيميتي افكت تعرف هذه الظاهرة في العنظمة الكهربائية بأنها تأثير قرب الموصلات من بعضها في نقل الطاقة بمعنى هناك تأثير يحدث بين الموصلات الكهربائية الناقل للطاقة الكهربائية عندما تكون متجاورة أو بالجوار بتعبير آخر هذه الظاهرة ممكن تعرفة بأنها تأثير تجمع الأسلاك حيث أسلاك يمر فيها تيار كهربائي حيث تحدث بين السلكين قريبين من بعضهم البعض هذا التأثير سوف يكون مغناطيسيين بسبب ما يمر به من تيار متردد بمعنى أن أنا عندي سلكين كل سلك يمر فيه تيار كهربائي هذا التيار الكهربائي سوف يتولد منه أو يحتث منه مجال مغناطيسي فعلى هذا الأساس أنه التيار الموارفي كل من السلكين سوف يؤثر على السلك الآخر بتوليد تيارات مضادة أو يسمونها بالإيدي كيرنت الآن مثل ما نشوف هذه الصورة كيف يؤثر موصل على موصل آخر مع عدم موجود تلامس وكيف تحدث هذه الظهرة الآن لو افترضنا لدينا موصلين كما موضح في هذه الصورة بالجانب موصل A وموصل آخر هو B هذا الموصل A وهذا الموصل الآخر هو B بحيث يكون قريبات من بعض ويمر تيار في كل المواصلين فالمجالات المغناطيسية الناتجة من مرور التيارات في المواصلين تتفاعل مع بعضهما يعني كل تيار تتفاعل مع بعض الآخر بالاعتماد على اتجاه التيارات ويسرح نعرف يعني الشيون يأفتر اتجاه التيار في المواصل النفس حيث سوف تسبب ما يسمى بتيارات الدوامة وهذه التيارات الدوامة بسبب وجودها سوف يتم اعادة توزيع التيار الاصلي او الرئيسي في المواصل ويصبح توزيع التيار غير منتظم وبالتالي تقل المساحة الفعلية التي يمر بها التيار داخل المواصل ما يعني زيادة المقاومة ونقل التيار اقل اذا كلما كان هناك توزيع غير منتظم يعني في المساحة التي يمر خلال هالتيار سوف يؤثر على زيادة المقاومة واذا زادت المقاومة اكيد انه رح يقل التيار الآن لو نظرنا الى هالعلاقة نلاحظ ان المقاومة تساوي هي رو في ال على المساحة فالآن الرو ثابتة اللي هو المقاومة للسلك والطول ثابت لكن اذا اختلف توزيع المساحة الفعلية التي يمر بها تيار فسوف تكون بعلاقة عكسية مع المقاومة وبالتالي تتغير المقاومة وبالتالي يقل نقل التيار بسبب هذه المشكلة وهي التيارات الدوامية التي حدثت بين السلكين الآن ايضا في نفس هذه الصورة نلاحظ في الوسط هذا هو التيار الرئيسي لكن هناك تيارات تكون على الجوانب في الطبقة الخارجية من الموصل ما يتسمى بـ ED Current وهي التيارات الدوامية ونلاحظ انه ايضا هذا ما يسمى بـ Lower Current وهو انه التيار الاصلي ناقص التيار الدوامي وايضا في منطقة اخرى في احد الجوانب يكون Higher Current يعني تيار اعلى من التيار الرئيسي نتجة لاضافة التيارات الدوامية اذا هل يعد تأثير الProximity مشكلة؟ يعني هذه الظاهرة هل هي مضرة؟ بالتأكيد لانه الموصل سوف يكون غير قادر على نقل التيار المطلوب ويكون خاضع لعمل الديرتينج والذي يقصد به انه احد العوامل التي يعني تسبب او يمكن ان يشار الى حدوث انقطاعات في تواصل التيار نلاحظ في هذه الصورة في جهة اليمين ال Current Direction وفي جهة اليسار ال Current Distribution في الصورة في الشكل الاول نلاحظ انه اذا كان اتجاه التيارين مختلف يعني في هذه الجهة هذا يعني ان التيار يعني قادم الى الكلامة باتجاهك وهذا التيار ذاهب يعني يذهب او يعني يسير في اسيرك بتجاه الاخر نلاحظ انه في هذه الحالة في حالة تجاورهما ينحصر التيار في هذه المساحة عفون ينحصر في هذه المساحة اما في اذا كان اتجاه التيار ايضا بكل التيارين باتجاهك فسوف يكون تأثير يظهر هذا التأثير على الحواف الاخرى من الموصلين بحيث تجبر التيارات الدوامية المتشكلة نتيجة التقارب بين السلكين فالسلك الاخر بحيث يتركز التيار في شريحة رقيقة في مقطع السلك بعيدة عن السلك الاول بمعنى تشكل غالبا في الاطراف على حواف السلك الاصلي وبالتالي نظرا لانحصار التيار في مساحة اقل عبر المقطع فسوف ترتفع مقاومته مثل ما ذكرنا وحسب العلاقة السابقة في السلايد السابق ترتفع المقاومة واذا ارتفعت المقاومة بمعنى ان هناك هدر في التيار الكهرباء المار الان اين تحدث هذه الظاهرة يعني هناك نتحدث عن اسلاك لكن من هذه الاسلاك في ضبط ممكن ان تكون في المحاولات الكهربائية وهذا معروف عن تأثير التيارات الدوامية ومدى المشاكل الذي يتسبب بها ومدى الحرارة التي تظهر نتيجة التيارات الدوامية ايضا يحدث بشكل اكبر في الكابلات الارضية كما موضح في الصورة او الكابلات او الاسلاك العامة بشكل عام التي تكون متجاورة اما في الخطوط الهوائية فيكون تأثيره مهمل ما العوامل المؤثرة في حدوث هذه الظاهرة بما ان هنا نتكلم عن المقاومة فتتناسب المقاومة مع مربع قطر الموصل تحتمد على مساحة المقطع العرضي وعلى التردد وعلى النفاذية البرمتابوليتي او ما تسمى بلميون فعندما يزداد التردد او عندما يزداد قطر الموصل سوف يزيد تأثير البروكسيمتي وايضا اذا كانت المواد المصنوعة منها الموصل لها نفاذية عالية بمعنى أن مصنوعة من مادة البرو ماغنتيك سوف تزداد او يزيد تأثير البروكسيمتي ايضا اتمنى وصلت المعلومة بشكل واضح وسلس لا تنسون اللايك وشير وسبسكرايب وشكرا جزيلا اشتركوا في القناة